قررت ولاية وهران غلق قاعة الحفلات بفندق الزينيت الذي احتضنا حفلا نظمته وبثته قناة الباهية ثاني أيام عيد الفطر دون احترامها لقواعد التباعد الاجتماعي والصحة تماشيا وإجراءات السلامة من فيروس كورونا وأكدت ولاية وهران الخبر في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك مؤكدة أنه اعتبارا لكوني النشاط مخالفا لقواعد الحجر الصحي والتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية تم بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة الغلق الفوري لفندق الزينيت وقاعة الحفلات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 واحتضان نشاط عام بدون ترخيص مسبق وكذا فتحت الولاية تحقيقا أمنيا بخصوص هذه الوقائع مؤكدة أن السلطات العمومية ستتعامل بكل صرامة مع مثل هذه الحالات باعتبارها مساسا بالسلامة والصحة العامة